معايا عبر زوم الآن الصحفي الإنجليزي الشهير كير ريدنج صحفي في صحيفة ديلي ميل وصحيفة الجارديان ومدير تحيير وولد ساكر مجالة وولد ساكر الشهيرة يا فندم مشرف ومنور وسعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا من بالغ سروري أن أتواجد معكم في التلفزيون المصري هتحدث معاك بكثير من الأمور التي تخص الدولة الإنجليزية وبالتأكيد لعبنا المصري الكبير محمد صلاح لكن بداية أحابب أسألك عن كأس الأمور الأفريقية البطولة التي تجرى الآن هل تشاهد مبارياتها هل تتابع منافساتها وأبرز المنتخبات اللي فيها نعم أنا أحاول أن أتابع كل مباراة لدينا العديد من اللاعبين في الدورة الإنجليزية يشاركون في أمم أفريقيا فبالتالي أنا أعتقد أنها ربما تكون أفضل نسخة لأمم أفريقيا منذ سنوات أعتقد أنها ممتازة خلال كأس الأمور الأفريقية حدثت إصابة للنجم المصري محمد صلاح وعاد بعدها إلى ليفربول لتلقي العلاج تعرض لبعض الانتقادات هنا في مصر أنه ترك منتخب مصر وعاد إلى إنجلترا ويرون كيلوب صرح أن اللاعب أكثر وطنية ومن أكثر اللاعبين وطنية لمنتخب بلده رأيك إيه فيما حدث في حكاية محمد صلاح وإصابته مع منتخب مصر وعودته إلى إنجلترا أعتقد أن إذا كان اللاعب وهذا يحدث في أي مكان في كأس العالم في أفريقيا في أوروبا أعتقد أن اللاعب لديه الحق أن يعود لنديه إذا دعت الضرورة لذلك إذا كان هناك مختصا سيتابع الحالة بشكل جيد ويساعد في جعل اللاعب في شكل صحي أفضل أعتقد أن ما حدث لمحمد صلاح حدث مع الكثير من اللاعبين حينما يصاب لاعب وسيضطر لمغادرة بعد مباريات مع فريقي ويتوقع أن ضرر الإصابة لا يكون معروفا ولكن هذا حق للنادي وحق للبلد أيضا وفي هذه الحالة في حالة محمد صلاح أعتقد أن أن الإجراء الذي تم اتخاذه وعودته لإنجلترا كان منطقيا من وجهة نظري بعد خروج منتخب مصر بالأمس من كأس العالم الأفريقية بعض الصحف الإنجليزية نشرت أن محمد صلاح أصبح جاهز للمشاركة مع ليفربول في مباراة شيلسي بعد غد رغم أن ليفربول في بيانه الرسمي كان قال أن محمد صلاح غير جاهز ولن يعود لمنتخب مصر قبل المباراة النهائية هل فجأة أصبح محمد صلاح جاهزا؟ هل لديك أصلا المعلومة أن محمد صلاح قد يشارك في مباراة شيلسي؟ نعم أنا متفاجئ من هذه الأخبار أعتقد أن محمد صلاح ربما يغيب عن المباراة كما أفهم وسيغيب عن أربع مباراة وهذه مباراة مهمة لليفربول ليفربول سيفتقد لأنه يحتاجه لائقا بشكل كبير فأعتقد أن محمد صلاح حتى الآن سيحاول أن يتعافل ليفربول سيحاول أن يساعده ليلحق بمباراة القادمة خصوصا بعد ما افتقدوا في مباراة الكأس أعتقد أن محمد صلاح سيصل ويشارك مع ليفربول أول مباراة ستكون في نهاية كأس على ما أعتقد آه يعني حراك بتقولي أن محمد صلاح بحسب معلوماتك هيغيب على الأقل أربع مباراة عن ليفربول ولن يشارك في مباراة شيلسي القادمة أنا فهمت صح؟ نعم 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 هذا ما نتوقعه حتى الآن عظيم بشكل عام هل ما زالت دول الإنجليزي يتأثر بغياب اللاعبين الأفارقة خلال مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية وهل ما زالت دول الإنجليزي معطرد على فكرة أجامة كأس الأمم الأفريقية في أشتاء؟ لا أعتقد أن التوقيت يمثل عائقا أعتقد أن هذا ما جرى عبر التاريخ منذ سنوات كان يوجد هناك دعوات لتغيير المعاد ولكن بطولة أفريقيا يجب أن تقام في أفضل وقت ومناخ مناسب للبلد الذي تنظمه في أفريقيا فبالتالي هو أمر منطقي أعتقد أنه منطقي أيضا أن الأندية تعتارد ولكن لأن الأندية لديها لعبين جيدين تشارك في أم أفريقيا ولكن أعتقد أن الأمر سهل أعتقد أن الأمر يجب تفهمه الصحفي الإنجليزي كير ريدنج الصحفي في صحيفة ديلي ميل وجارديان في إنجلترا وأيضا مدير تحرير مجلة أولد ساكر أنا بشكرك شكرا جزيع لهذه المدخلة المهمة وأهم ما فيها أهم ما فيها وهو صحفي كبير في إنجلترا ولدهي الكثير من المعلومات نفى فكرة أن محمد صلاح قد يلحق بمباراة تشيلسي بعد غد وقال أن محمد صلاح هيغيب على الأل أربع مباريات مع تشيلسي ولن يلحق إلا بمباراة نهائي كأس في إنجلترا فالموضوع بتاع تشيلسي ده الراجل قفلوا تماما عشان الناس النهاردة على طول إلحق ده كان بيتحك علينا إلحق ده هيغيب عمات شيلسي إلحق ده مش مصاب الراجل بيقول لك المعلومات اللي عنده من ليفرب بقول إنه الراجل هيغيب على الأل أربع مباراة ترجمة نانسي قنقر